الحمد لله المنفرد بالدوام الباقي بعد فناء الأيام ثم الصلاة والسلام التامان الأكملان على خير البرية وأسكى البشرية محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أحبة في الله في أي مكان في أرض الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم في قناتكم الصحة والجمال وهذا البرنامج هذا ديننا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أوقاتكم جميعا وأن ينفعنا بما علمنا يا رب العالمين نعيش في هذه الدقائق المعدودة في رحاب الله وفي رحاب القرآن والسنة مع هذا الموضوع الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مباركا علينا جميعا الموضوع نتحدث فيه اليوم الخير التام في صلة الأرحام الخير كله في أن يصل الإنسان رحمه ونرى في هذه الأيام أن صلة الأرحام أصبحت في زماننا هذا مقطوعة إلا من رحم ربي لذلك اخترت هذا الموضوع أن أحدث حضراتكم فيه وأبين ما عظمت هذا أو هذه العبادة التي لها فوائد عظيمة وأيضا كما أن لها فوائد عظيمة أيضا لها عقوبات في قطيعة الأرحام عقوبات كبيرة وهي من الكبائر ولعنة من الله سبحانه وتعالى على قاطع الرحم كما جاء في القرآن وهناك أيضا كيف نتعرف على أننا نصل الأرحام وما كيفية صلة الأرحام هذا كله بمشيئة الله تعالى نتعرف عليه في هذه الحلقة آيرون القلوب والأسماع وأسأل الله أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمن بداية النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة كان أول ما قال صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن سلام أنه أول كلام سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أول كلام سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام يبل فائدة الأولى من صلة الأرحام دخولوا الجنة وكلنا في هذه الحياة نسعى ونحفظ إلى أن يرزقنا الله بالجنة هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض كما أخبر الملك سبحانه في حديثه القدسي أعددت لعبادي المتقين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذه الجنة التي نعمل ونصلي ونزكي ونحج ونعتمر ونصوم رمضان ونصل الأرحام ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر كل هذا من أجل جنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين هذه الجنة يحصل عليها صاحب صلة الأرحام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا الأرحام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام ونقف وقفه مع كلمة تدخل الجنة بسلام كثير من الناس يدخل الجنة ولكن هناك بعض الناس يدخلون الجنة دون سابقة حساب ولا عذاب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سبعون ألف يدخلون الجنة دون عذاب أو سابقة حساب لا يروا الجنة لا يسمعون حسيسها هؤلاء الناس يدخلون الجنة بسلام من هؤلاء الناس الذين يصلون الأرحام أخبر النبي أنهم يدخلون الجنة بسلام مجرد الإنسان حينما يحاسب من الله سبحانه وتعالى فيعدد عليه الأعمال ويذكره الأفعال ويقول له أتذكر ذنب كذا أتذكر ذنب كذا هذا الأمر فيه صعوبة لكن الذي يدخل الجنة بسلام هو الذي لا يتعب أبدا في الحساب الحساب عنده يسير فيدخل الجنة دون أن يمر على النار أو دون أن يمر بمرحلة عقوبة في الآخرة هذا يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرئ منهم يومئذ شأن يغنيه الذين يصلون الأرحام يدخلون الجنة بسلام وعلى النقيد قاطع الرحم كما أخبر سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع لا يدخل الجنة قاطع يبقى أضحي بجنة أضحي بالآخرة من أجل الدنيا أو من أجل بعض الأموال أو من أجل عصبية أو من أجل عناد فأقطع فيها الأرحام وأضحي بجنة الرحمن سبحانه وتعالى أقول لا تعالى معي لتتعرف على كيف وص النبي صلى الله عليه وسلم بصلة الأرحام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه إيه علاقة ما علاقة الإيمان باليوم الآخر وصلة الأرحام هناك علاقة قوية الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأن تؤمن بالحساب والبعث والنشور والصراط والميزان وتؤمن بالجنة والنار كل هذا إيمان بالآخرة فإذا كنت مؤمنا بالآخرة أن هناك حساب وأن هناك جنة وهناك نار فعليك بصلة الأرحام لماذا؟ لأنك سوف تشعر ببعض المتاعب في التعامل مع الأرحام نحن لسنا ملائكة ونعيش في هذه الدنيا في كبد وقد خلقنا الإنسان في كبد الكبد والتعب يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه هذا الكتح وهذا التعب في العمل وفي الحصول على الرزق هو في معاملة الناس والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول أن تعامل الناس وتصبر على أذاهم خير لك أن لا تعامل الناس ولا تصبر على أذاهم المعاملة مع الناس محتاج صبر محتاج الإنسان يكون حليم يحتاج هذا الأمر إلى الإنسان أن لا يعاتب كثيرا وأن يرمي من وراء ظهره وأن يبتغي الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى لذلك ربط النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان باليوم الآخر إذا كنت مصدقا في وعد الله وأن هناك جنة تنتظر صاحب صلة الأرحام فعليك بصلة الرحم ارتباط بين اليوم الآخر وبين صلة الأرحام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل الرحم شجع النبي صلى الله عليه وسلم على صلة الأرحام عند الناس بالأمور المادية ما هي الأمور المادية؟ الأمور المادية عند البشر وعند الناس وفي دنيا الناس واحد زائد واحد يساوي اثنين هذه أمور مادية أمور ملموسة أمسك هذا القلم القلم هذا مادي ملموس النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن البشر عموما يحبون الأشياء المادية أكثر من الأشياء المعنوية أو الأشياء الغيبية عنهم رؤية العين أو عين اليقين هم عايزين حق اليقين بقى أنهم يتذوقوا هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم شجع على صلة الأرحام بأمور مادية ماذا قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم قال من سره أن يبسط له في رزقه الرزق أمر مادي من سره من أراد أن يفرح بزيادة الرزق من صره أن ينسأ أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره زيادة العمر ماذا يفعل؟ ماذا يفعل من يريد المال الكثير؟ ماذا يفعل من يريد أن يبارك الله في عمره ويعطيه فوق عمره عمرا؟ العلماء اختلفوا هل الزيادة في الرزق زيادة حقيقية؟ أم أنها بركة في الرزق؟ وهل الزيادة في العمر زيادة حقيقية؟ أم أنها زيادة في بركة العمر؟ إذا كانت زيادة حقيقية فبها ونعمة وإذا كانت زيادة في بركة العمر وبركة الرزق فبها ونعمة ماذا يفعل من أراد زيادة الرزق وزيادة العمر؟ النبي يقول صلى الله عليه وسلم فليصل رحمه؟ عليه بصلة الأرحام عليه بالتزاور مع الأقارب في غير هذه الأيام لا يمدي فيها تباعد التزاور حتى ولو بالتلفون صلة الأرحام بالسؤال عنهم بالمواساة لهم بمشاركتهم في أفراحهم وأحزانهم بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بأبسط شيء يستطيع الإنسان ولا يغرم فيه شيئا ولا يدفع فيه مالا ولا يبزل فيه مجهودا بالدعاء لهم الدعاء للأرحام لا يكلفك شيء حينما تكون في سجودك وتدعو لأقاربك وتدعو للأقارب وتدعو للوالدين وتدعو لكل ذي رحم لا تخسر شيئا بل إن الله يوكل لك ملكا يقول لك ولك مثل ما دعوت يبقى الدعاء أبسط شيء تستطيع أن تفعله دون مجهود أو تعب أو أن تغرم مالا أو أي شيء أين نحن من الدعاء للأقارب وللأرحام أين نحن من المواساة لهم أين نحن من قول الله سبحانه وتعالى فآت ذا القرب حقه هل لهم حقوق علي نعم الأقارب لهم حقوق كثير لهم حقوق في أن تنفق عليهم فالأقربون أولى بالمعروف وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام أولى ببعض أول من تسأل عنه الأرحام الأقارب أول من تبذل لهم المعروف والصدقة كما أخبر سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم الصدقة على ذي الرحم إسنتان صدقة وصلى أو ثنتان صدقة وصلى حينما تنفق على الأقارب تأخذ الأجر مضاعف لماذا؟ لأن الأقربون أولى بالمعروف طلح بن عبيد الله لما نزل قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ماذا فعل؟ جاء ببستانه في بيرحاء وقال هو صدقة على المسلمين يا رسول الله قال اجعله في الأقربين فوزعه طلحة على أقاربه لابد أن يكون أولى الناس بك هم أقاربك لابد أن يكون الخير أولا تبذله للأقارب نجد كثير من الناس يبذل الخير ولكن ينسى أقاربه ربما أخوه لا يجد مالا ولا يجد طعاما رب عمته تتلوى من الجوع ولا تجد شيئا وهو ينفق على الأباعد وينفق على المساكين والأقارب واليتامة وغيرهم وهذا أمر محمود لكن لا بد أن تنظر إلى أقاربك أولا انظر إلى الأرحام أولا لماذا؟ لأن الخير التام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تدخل الجنة بسلام الخير التام في صلة الأرحام والله سبحانه وتعالى يقول وآتي ذا القربى حقه وآت المال على حبه ذا القربى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشجع أصحابه على صلة الأرحام والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الأمة جميعا على صلة الأرحام وانظر قصة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في حادثة الإفك من الذين تكلموا على أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها مصطح ابن أثان مصطح هذا كان قريبا لأبي بكر قيل أنه ابن خالد سيدنا أبو بكر معنا اتصال أمت الله السلام عليكم يا مرحبا أهلا وسهلا بحضرتك مرحب سيد الشيخ ربنا يبارك لك يا رب فضلي كنت أقول لحضرتك ربنا يبارك لك كنت أحضرتك أنا أنا في أزمة نفسية ليه بكتر أفادثة الشيخ من نفس الموضوع الثاني تتكلم فيه أنت حاجة تتكلم عن صلة الرحام إحنا دلوقتي حضرتك صلة الرحام في الزي وفي نفس عجل نفس لنا يا فادثة الشيخ بيمروا بأزمة صحية وإحنا متقدرين أننا تواصل معهم ونزرهم ونعوضهم وربنا مش آج برضا مرض عجل فألا أنت أزوره ألا أنت أعلم أنت أزوره فألا أنت أتاني عنه نعم فين فين يا فلس الشيخ إحنا لما يموت عاجل نفسينا وإحنا ونقدرش لغسل والتسكين بتاعه والله ده اختبار من الله سبحانه وتعالى ولكن يعني الإنسان يؤجر بنيته إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء منوى أنا نيته إن أنا هروح أزور دلوقتي أنا منعت ليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يريد أن مريض على مصح ولا مصح على مريض واحد مريض دلوقتي وفيه عدوى ما ينفعشي إن أنا أقول في صلة الأرحام وروح أزوره يبقى الأولى دلوقتي إن نحافظ على النفس وهي من الأمور التي يجب الإنسان المحافظة عليك في أي سؤال تاني يا أمد الله؟ طيب أمد الله بتكلم عن إن نحن منعنا الآن من زيارة المرضى منعنا من زيارة المرضى ووصلت الأرحام من الأمور التي يجب على الإنسان أن يفعلها مع أقاربه وأرحامه إذا مرضى أن تعوده أن تعوده والآن منعنا هل منعنا هل منع الإنسان جبراً أم اختياراً؟ الإنسان منع جبراً؟ لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يذهب إليه لأن في ذهابه إليه ربما يحدث عدوى فبدل ما واحد مريض في العيلة يبقى 2 و 3 و 4 الأستاذة منال السلام عليكم فضلي يا أستاذ منال أنا سيخ بالوقت بتسلم عن الموضوع الحلقة نعم معاً أنا هقولك عن سلة الرحل بيننا وبين عمي ما هتقولي على إيه؟ أنا هقولك على سلة الرحل اللي بيننا وبين عمي أه تفضلي سلة الرحل اللي بيننا وبين عمي إتنا ست بنات وبابا في الكويت عمي لا بيسأل علينا ولا بيسأل علينا ولا بيسأل علينا ولا بيدور علينا عمي ده؟ عمي ده؟ عمي ده؟ طيب إيه سبب القطيعة؟ يعني في قطيعة دلوقتي إيه سبب إن هو بعيد عنكو يعني؟ القطيعة هو كان في شكل مع بابا وبابا دلوقتي في الكويت وبيدورت علينا وبيسأل علينا وهو إمام جامع وكل ما بيخص في الجامع بيقول عن سلة الرحل الإمام المسجد اللي هو مين؟ عمك؟ ولا والدك؟ لا على سلة الرحم هو ليه عمل بيها؟ تمام طيب إنتو مجربتوش إنتو تتصلوا عليه؟ يعني إذا كان هو قاطع للرحم كونوا أنتم يعني الواصلين للرحم جرنا جرنا والله بص يعني هاولك على حاجة الأمر ده الأمر ده انتشر الآن بين الناس طيب في أي سؤال تاني يا سوزة مانان؟ أنا هاوجيبك إن شاء الله في أي سؤال تاني؟ لا شكرا ربنا يكرمة طيب أم محمود السلام عليكم السلام عليكم فضال يا أم محمود فلعندي جوز يروح لأخواته إذا رفعته جوز حضريتك بيروح فين؟ لأخوة فين؟ أه بس إذا رفعته لا مستمعك كويس يا أم محمود هو جوز حياتك بيروح لأخواته يزورهم أه طيب ممكن بس وطي التلفزيون شوية عشان نسمعك بس أنا مستمعك خالص هني بقى لأخواته إذا رفعته طيب جوز حضريتك بيروح فين؟ هني بيودي موسم لأخواته موسم؟ لأخواته ويوديهم أه إذا رفعته الحتة الأخيرة دي أنا مستمعها خالص يعني هو أه يعني هو دراتي كان بيوديهم يعني في المواسم حاجاته بتاعه ودراتي قطع الكلام ده أه والله ليس عليك هداه إن أنت إلا نزير أنت بتشجعيه على صلة الأرحام وتذكريه بالله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل إذا قطعت رحمه وصلها إذا قطعت رحمه وصلها ده الواصل الواصل مش اللي أنت تزوره ويزورك لا الواصل لما تقطع صلة الرحم هو الذي يصل ويقوم بصلة الأرحام هذا هو الواصل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أي سؤال تاني عم محمود؟ طيب الأستاذة منال طبعا أمة الله بتتكلمت عن التباعد في هذه الأيام والناس مش عارفة تصل الأرحام ممكن نصل الأرحام بمكالمة تليفونية ممكن نصل الأرحام بالدعاء ممكن نصل الأرحام بإرسال نفقات لو أنا عندي حد مريض ومش مستطيع أحاول أن أنا أنفق عليه يعني ما سيبوش في وقت الحاجة وأقول وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذا المكان وفي هذه الساعة وفي هذه القناة أن يشفي الله كل مريض اللهم يا ربي فرج عن كل مريض بالشفاء العاجل شفاءا لا يغادر سقما يا رب العالمين الأستاذة مناني تكلمت أن عمها يقطع الرحم بينهم وأنهم بنات ومش بيسأل عليهم وهو إمام مسجد طبعا كبر مكتن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون لما أقول حاجة للناس وأعمل عكسها ده كبيرا من الكبائر وأمر ممخوت عند الله سبحانه وتعالى ولكن أنت أقيمي عليه الحجة بأن تكلميه تتواصل معاه ربما في حد من شياطين الإنس أو شياطين الجن نزغ بينكم واحد حد وصل له معلومات أن كنتوا بتقولوا فحقوا كلام مش كويس أو أن كنتوا تختبوا أو أنتوا فعلتوا أمرا هو يظن أن هذا الأمر ليس أمرا خير فعليكم بالتواصل أنتم حتى بالتليفون بالهدية النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحبوا أم محمود تكلمت على أن زوجها كان يود أخواته البنات وكان يذهب لهم في المواسم ببعض الأمور وهذا أمر طيب وأمر محمود جزاه الله خيرا عليه ولكن قطع هذا الأمر نحاول نستفسر منه إيه سبب القطع؟ يعني إيه سبب أنك أنت قطعت الأدى دي؟ هل مثلا الأيام دي مثلا فيه مثلا حاجة أنت الفلوس قلت معاك أو أنك أنت لا تستطيع مديا فهذا عزر لكن إذا كان هناك عندك أموال وتستطيع أن تدخل الصرور على إخوتك وخصوصا البنات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا الأستاذ إيمان السلام عليكم يا مرحبا أهلا وسهلا أهلا بحضرتك يا سامي كنت بستشير حضرتك بس والله لأن عندنا سرطة رحمة قطع تماما مع أهل زوجي وولادي أنا كنت أنا وزوجي أنا أقولها باختصار طبعا كنت أنا وزوجي بنعمل في السعودية وحصلت مشاكل مادية طبعا عشان أنا كنت بأخذ مرتب كبير فالمهم إن إحنا كل أجازة لما كنا بنيجي كان بخصى المشاكل مادية هو كان متعاضل جدا مع أهله فكان على طول مع أهله سامي أنا وولادي فكانت الأجازة دي مشاكل في مشاكل المهم عدة تفترت سنين بالشكل ده لايت ما وولادي كبره وحصلت مشاكل بحيث إنه هو كان بيكره أهله فيه بحيث محصلش أي علاقة بيني وبينهم يعني كل كل حكاية اللي كان بيحكيه عني كان كذب ما كانش في حاجة حقيقية أبدا كانوا بتفنن إنه يكررهم فيه لعلى عشان يكون هو الواحد هناك معهم وأنا هنا الواحد في نفسه أنا في محافظة وهم في محافظة المهم إن نتوفاه الله بعد الوفاة كانت وفاة فجائية لأنها كانت ناجلة عن حاجة أهله تبرموا تماما من ولادي وما بقوش يجولهم نهائي واللي حصل كمان أكتر إن كان معاه فلوس في العربية اللي حصل بيها حادثة استولوا على الفلوس لا لا والدولوا على كل حاجة يعني هو توفى من الوقت قرب على 11 سنة ليه مراس كبير قوي من والدته ومن أهله مش عارفين ناخد منهم أي حاجة ويا ريت كمان بيرفع السماع ويتصل بولادي مفيش وأنا بحاول إنه أول محافظة الوفاة وجمع عشان برضو ياخدوا فلوس ويكتبوني ورق وكلام من ده كانوا بيجوا كلهم وكتباشي لهم على راسي مع كل المشاكل دي وهم ثلاث عمام وعمتين يعني ناس مش قليلين وما بيسيبوش طلق مفيش فرض بيسيبوه وبيحجوا وبيعتمروا واللي يشوفهم يقولوا ملايكة ومع ذلك مع ولادي ما في حد بيرفع السماع ويقول لهم إزايكم حتى فعيد اليتام فتخيل حضرتك دخلنا على 11 سنة ما حدش بيعبر ولادي يعني أنيعمل إيه أكتر من كده وأنا بخلي حد من ولادي كل فترة يتصل بيهم تمام تمام طيب في أي سؤال تاني يا سيد زيمان أنا إن شاء الله أجيبك على الأمر ده كله بإذن الله وأسأل الله عز وجل أن يرفع قدركم في الدنيا والآخرة وأن لا يحوجكم إلى أحد اللهم الله يا رب يا رب يا رب طب أعمل معهم إيه يعني أنا أولادي بحاول أحببهم فيهم بس هما فيه ظلم أصلا هو دلوقتي المشكلة فيه ظلم الظلم ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلماته اليوم القيامة وخصوصا لما يكون فيه حقوق يعني فيه حقوق وفيه ميراث فمهما أنت هتقول لي لهم فيه غصة من الحقوق ومن الظلم ولكن إن شاء الله أجيبك بإذن الله فأي سؤال تاني إن شاء الله ربنا يبركي وجزاكم إن شاء الله طيب الأستاذ إيمان قالت قضية هذه القضية أصبحت بين المسلمين الآن منتشرة للأسف الشديد وهي أكل الحقوق وخصوصا أكل حقوق الضعفاء المرأة البنات أب مات وسب أولاد ولسه صغار الأمر ده أصبح منتشر الآن والأستاذ إيمان بتتكلم عن إن هم بيحجوا بيعتمروا أخلاقهم والناس تظن فيهم كل الظن الحسن ولكن المعضلة والتفاوت والنظرة إلى الدين بنظرة سطحية إن الدين هو صلاة وصوم وحج وزكاة فقط ولكن حينما أدخل أنا وأنت في معاملة مالية تسقط كل هذه العبادات كل العبادات تؤدي إلى أن الإنسان يحافظ على الحقوق ويتعامل مع الناس بأخلاق كريمة لكن هذا الإنفصال والإنفصال بين النظرية والتطبيق أنا أصلي وأزكي وبعد ذلك أأكل الحقوق وأظلم في الميراث وأأكل حقوق الناس هذا أمر لا يرضاه الله سبحانه وتعالى والظلم ظلمات يوم القيامة وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به النبي قال ذلك كيف أقبل جنيها على أولادي حراما كيف أدخل عليهم ميراث ليس هذا الميراث من حقي فلابد أقول لهم عليكم السلام من الأستاذة سارة أهل وسائل أهل وسائل أهل وسائل أهل وسائل أنا إحنا وقتين هو ولد وأنا متجوزة وعند عيلي في مشكلة حقا بيني وبين أخويا أي مشاكل بتحقق بيننا من بعض بعدها بنتفراحها لطول طبعا مشكلتي مع أخويا أنه فقعنا صوته أخويا ذا أصغر مثل طب خال جزي قالت فجيني عزه بالكلام أنا قبلها قلت له بقى أخويا وإحنا هنتفتل مع بعض وهناتفالح ثاني طب طب بعدها بيقول لي اه انا عدلت اخوفي في الشارع هو اقل له في الشارع طيب يقول له مش عايد ان انت تتكلم مقتد بالطريقة دي افتر دي افضل منك مفعش ان انت اتكلمها اه طرح قال له اه لا محطنش حاجة بنا انه هو مش عبدوا مع بعض اخوة تقلمه مع عادي يعني ان هو متنرفض اخوة ده افضل منه بخير برضو تقليما عشرين ساعة تمام فاتنرفزه على بعضهم ويمشي وراح قبله في الشارع كان ما هاضربه مين مين اللي كان هاضربه اه قبله تاني مرة تانية نعم لابتك نفس اليوم بس باعتها قاله خلاص انت اروح وانا هجيلك انا اروح بيتكلم معي عالي وطوتو مع بعض بس ايه هو اريح له في المكان دي اه هو ماري خاني فيه ما علينا من دخوله جيب تطول بيه في التليفون طب يقول لي انت اني انت رتي اخا اصلا واني انت تتكلم معاه خالص اجيب يقول لي بعد ما روح بجيب يقول لي الامر واحد اثنين تاريتا انت حكايلة على نص الحكايلة اللي انا قلتاها لحابلتك دي بقى تمام قلتوه احنا اخواتي مش هنتخصم قال لي لا انت انت او امك كمان جادت حمعت على اخوتي انا مش عايزة اتكلم امي كولا اتكلم اخوتي وده خلاص انتوا من حياتي لا 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 انت اذا كده انا البابل يطول كمان نمشي بنلذي انا اعتاريت اساسيا ان انا عقول لي خلاص انا حبقى موجودة و عشان انا عارف ان انا اخوية امي و اخواتي و ده ماش هارده انهم بعد قلت يعني مش هتكلم انا كلمتهم كلمتهم من الوراق بقيت انه هون عشان برضو ما تبقاش مشتدة دينه ودينه هم لقطع حصل صلح بينك ومن اخوكي ولا لا؟ طيب انت حاولي بقى حاولي ان هم اتصلحي اخوكي ووالدتك انا حاولت كتير حاولت كتير جدا بس بنقبضي الزمان وطعبة جدا 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 والله يعني زكريه بالله وقليله والله بس انا مشاعدة اقول حباتك هو يارف الدين احسن مني هو الزهاري ما هو الله عليه ويعرف الدين احسن مني كتير للأسف الحجة بتبقى على اللي يعلم اكثر من الحجة على الذي لا يعلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعقبة بن عامر يا عقبة صل من قطعك واعطي من حرمك واعف عن من ظلمك طيب انا اخذ فاصل ان شاء الله ونرجع بعد قليل بإذن الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رجعنا الى حضراتكم بعد اذان العصر وكنا نتكلم عن صلة الارحام هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابو هريرة ردي الله عنه واخرجه البخاري ومسلم واللظ له يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ان الله خلق الخلق حتى اذا فرغ من خلقه قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال نعم قال اما ترضين ان اصل من وصلك وان اقطع من قطعك قالت بلى يا رب قال ذاك لك قال ذاك لك ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا ان شئتم هل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم انظر الى العقوبة اولئك الذين لعنهم الله اي انه مطرود من رحمة الله الذي يقطع الارحام الذي يأكل الميراث هذا مطرود من رحمة الله لماذا لانه تسبب بظلمه في قطع ارحامه اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم اي انهم يسمعون الذكر ويسمعون القرآن ولكن لا يعو يسمعون كل هذا ولهم اذان ولكنهم لا يسمعون بها ولهم اعين لا يرون بها فأولئك الذين اصمهم الله لئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم هذه عقوبة شديدة لمن يقطع الرحم والله لو كرأ هذه الآية كل واحد من ما تسبب في قطيعة الرحم ابدا معانا ام يوسف السلام عليكم عليكم السلام ايه اتفضلي ام يوسف بعد اذنك عايز اسألك على حاجة اه تفضلي تحت املك اه وانا كده عايزة مع اهل جوزي واحماية مطارفة اه واحماية مطارفة فهم اثموا وهم ايه اثموا اه السمو المراسي على ايو اثموا تمام فهم لما اثموا احنا كلها المنصدنا في البيت مكان جديد والمكان ده مش مبني اه ارض مش مبنيه يعني اه وقال لكم فرق مباني وانا انا مش هنطلع على الامان فيه فهي او رغم طارفونا من فيه لكن احنا دلقنا على فرق المباني حنادي الاس سينية وقعد كده علينا وقال لصور عن ايه كل وحش بتعثر بصراحة اه فطر مشكلة لنا مضانوه وكده فهم هحطوا الحق علي ان انا قاب اوه معانيه تمام وانا دلوقتي ما عندناش مكاء هنضع في الشارع لهم اللي ربيني تكون في المباني ولهم اللي سيبقى اللي ربيني تكون في الشقة لما ربيني يكرمنا ونبيني طيب يا امو يوسف ما دخلتوش حد من الناس اللي بتجلس في المجالس العرفية يعني كل بلد وكل قرية فيها ناس بتقعد تعمل هي جلسات العرب دية والعرفية دية وبيصلحوا بين الناس وامام المسجد ممكن حد يتوسط لحل المشكلة دية لغاية انتم ما تبنوا وتحاولوا انه كنتوا تسريعوا في المباني عشان ما يبقاش في مشكلة اه الاستاذة سارة السلام عليكم انا كنت بكلم حضرتك دي بقى اه اه انت حياتك قلت ان لك ثلاثة سئلة قلت السؤال الاول ان اه السؤال الاول هو هل يجوز علي دلوقتي يعني في وزر علي دلوقتي ان انا بكلم اخويا من غير مجوز يعرف لا لا ما فيش وزر خالص ولا يجوز له شرعا ان يقول لك لا تكلمي اقاربك اللي هو الام يعني والاب والاخوة يعني طيب هو مش بيوديني عن تماما ولا بابا ولا بروحة العلم خالص وهم عادين جانبي بروح طيب بص يا استاذة سارة شوفي هقول لحياتك حاجة اه ممكن تشوفي اخوكي الصغير ده بهدية كده وتقوله يعني تحاولي تنصحيه لله عز وجل قوله دلوقتي جوز ده اكبر منك وزي اخوك الكبير وبتاع كلمهم كلمة التليفون كده ويهي وتأسف له قوله انا اتكلمتك بطريقة مش كويسة وانت اكبر مني سنة لو انت اخويا الكبير يعني نحاول ان شاء الله يعني يبقى فيه مجال الصلح يعني المرأة الزكية هي اللي هي تحاول تداوي الامور بين زوجها وبين اهلها تحاول انها تكون حمامة سلام مش هي تعمل المشكلة انت عارفة وانت بتكلمي في التليفون ان جوزك ممكن يسمعك كان يجب عليك ان لا تتحدسي امامه وهو في وجوده فربما يسمع وقد سمع فانت كنت سببا في المشكلة فحاولي بهدية لاخيكي الاصغر تحاولي لامك انك انت تتطلطفي معاها وانه هو واخد على خطره ان ازاي اصغر منه في السن ويكلمه بالطريقة دي وكل ده كان بسببك انت هو بيدافع عنك انت هو من وجهة نظره انه هو بيحاول يحميك انت فطبعا تصرف تصرف خطئ لاني طالما الامر بسيط ما كانش يجب انه هو يروح لاخوكي اصلا ويكلمه انت يقولت له خلاص احنا هنزعل شوية ونصالح وابتاع ولكن الشيطان يدخل بين الاقارب وبين الاهل ليفسد بينهم لانه يعلم التواصل الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية والاسرية هي سبب في نهضة الامة وسبب في القرب من الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا ذلك والاستاذ احلام السلام عليكم اهلا وسهلا استاذ احلام فضالي اعط فضالي تحت انا طيب حاضر السؤال التاني اجيبك على السؤال الاول ان شاء الله رفع اليدين في الدعاء ما هو صلاة الاستخارة ساذة سارة الدعاء بعد التسليم وليس قبل التسليم في دعاء الاستخار لأ بعد التسليم يعني صلاة الاستخارة بتصلي ركعتين سنة في اي وقت انت هتستخلي فيه وبعد كده بتسلمي وبعد كده ترفع يديك وتدعي اه طبعا صحيحة صلت سبع مرات في استخارة بس مشوفت شروعي على اي حيض ما هي مش لازم تشوفي رؤية صلاة الاستخارة هي راحة نفسية وتيسير في الامر يعني انت تقدمين على امر ما واحد داخل يتجوز او في خطوبة او في كذا او كذا استخارت الله عز وجل لو الامر تيسر انت بتمشي في الامر لو الامر تيسر يبقى هي دي الاستخارة هو دا الخير الامر حصل فيه تعقيد ومشاكل ودكر في النفس والامر بقى فيه صعوبة يبقى دي برضو الاستخارة بتقولك لا ما تعمليش الامر دا ليس الرؤية حجة على الاستخارة يعني فيه اي سؤال تاني يا استاذ احلام طيب شكرا يا استاذ احلام نقول لكم بس يعني التردد القناة ان شاء الله هيتم تغييره هيبقى 11 8 2 3 رأسي ان شاء الله الناس اللي بتتبعنا تحاول تغير التردد النهاردة ان شاء الله بإذن الله حتى لا تحرموا من هذا الخير الكبير وهذه الامور التي تفيد الناس الاستاذ ابتسام السلام عليكم عليكم السلام يا استاذ ابتسام اهلا وسهلا اهلا بحضرتك انا ليه سؤالين اه تفضلي تحت امن السؤال الاولاني انا حطى فلوسي في البنك واباخد يعني الفلوس دي او الشهدات دي عند شهدات بلاكنية بتتغير كل 3 سنين الربش بتاعتها والفوائد بتاعتها عايزة عارف كانت حلالة ولا حرام اه وليه سؤال تاني من ناحية بقى الاقارب والاهل وكده انا وردتي ربنا اديها الصحة يا رب والدي مت من زمان قوي وعندي اتنين ربنا يرحمه رحمه وسعنا وعندي اتنين اخين لسه متوفين من سنتين كبار هم بس المشكلة ان والدتي دائمة الخناء معنا ودائمة الخناء مع جران ودائمة الخناء مع اي حد في الشارع وانا دايما انصحها لان اللي بتاعيوني ده غلط ولما اجي انصحها ممكن تكرشني من البيت وممكن تسمعني كلام ما لهوش لازمة وممكنها ما تقعد سطرة طويلة ما تكلمنيش ومهما رفلها مش عايزة تتكلم معي او لها ازايك اتحال عليها انا تتكلم معي مش عايزة تتكلم معي كل ده علشان انا يكون في مشاكل ما بينهو ما بين الجران او احد الاقارب وانا بقول كلمة حق لا عايزاني بقى صفها وعايزاني ان انا انت بتقولي كلمة الحق في جلسة مثلا الجلسة دية فيها عتاب ولا بتقولي كلمة الحق بينك وبينها بتفعل المكتوب اما بنيو ما بينها بتفضل بقى تشتم فيها وتعالي بطوتها وتبضل يطلعي بره واخد عليك وطلعي بره ولم ااجي اروح عشان اراضيها او اخش البيت ما بترضيش التعامل معي او بترضيش تعود معي ولا تتكلم معي وفي صراحة ربنا يعني احنا انا انا من صغري وانا في العزب ده كثير يعني انا مش عارف معلش هو الانسان احيانا يبتلى ويكون الابتلاء عنده مثلا في الامة او في الزوجة او في الزوج او في اخ او في اخت او يعني احنا مش احنا في حياة كلها تعب طيب في اي سؤال تاني او سوز ابتسام ويجيبك ان شاء الله انا بكتبت بس يقابلت الشيخ تجعبني بالذات على امي لاني انا لا لا حاضر ويجيبك ان شاء الله مش عارفة معها ايه لما انا هقولك هقولك تصرفي معي ازاي ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله شكرا طيب احنا عندنا ام يوسف يعني اتحاولي ام يوسف ان شاء الله الناس ام يوسف كانت بتكلم عن ان في قطعة ارض هم عاديين وعايزين طلعون من البيت حاولي ام يوسف ان شاء الله توسطي اهل الخير واهل الخير في كل مكان والله ولا تنقطع الدنيا بهم موجودين معنا في كل مكان امام مسجد او حد توسموا فيه خير او حد ليه دلال على اهل زوجك نحاول بقدر امكان ان شاء الله نشوف حل وسط يرضي جميع الاطراف بالنسبة للأستاذة احلام طيب الأستاذ احلام بتقول الخشوح في الصلاة واحنا اتكلمنا عن موضوع الخشوح في الصلاة وان فيه شيطان اسمه خنزب او خنزب ده بيجي الانسان في وقت الصلاة لابد ان يتعوز الانسان منه ويثفل عن يساره سلاسي يعني يثفل كده تلت مرات عن يساره ويستعز بالله من الشيطان هذا الشيطان مخصص للصلاة ونحاول نتدبر في الآيات اللي احنا بنقرأها نحاول نفصل ما قبل الصلاة فيما بعد الصلاة بقراءة صفحة من القرآن قبل كل صلاة بعد الصلاة اصلي صلاة مودع كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اقولي ان دقيقة لو اخر صلاة لي هصليها ازاي النبي قال صلوا صلاة مودع حاولي تتدربي على الخشوع ان شاء الله تقرأي عن كيفية الخشوع في الصلاة واستعيزي بالله من الشيطان الرجيم وتغيير الصور الانسان بيقرأها متعودين بيقرأ كله الله واحد كله اعوذ رب الفلا خلاص تعودنا فصارت هذه الامور عادة بالنسبة لنا فما فيش احساس وشعور بالقراءة فلابد نتغيير الصور اللي احنا بنقرأها بالنسبة لصلاة الاستخارة انا قلتلك ان شاء الله الاستخارة تيسير في الامر فاذا كان فيه تعقيد يبقى دي لا تقديمي على هذا الامر مش لازم الانسان يشوف رؤية الاستاذة ابتسام بتتكلم عن فلوس في البنك وموضوع ده محتاج تفصيل وتأصيل والوقت بتاعنا قروة على الانتهاء ولكن اتقوا الشبهات كالرعي يرعى حول الحمة يوشك وان يقع فيه والنبي صلى الله عليه وسلم قال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه الاستاذ ابتسام بتتكلم عن الام النصيحة اذا كانت الام لا تقبلها لابد ان تقدم النصيحة كالهدية على صنية من ذهب يعني ادعو لا سبيل ربك بالحكمة يبقى انا اشوف الوقت المناسب ما شوفش ان هي متنفزة وانصحها لا استنى لما تهدى احاول بقدر الامكان اجيب لها الطريقة مش لازم انا انصح هي بتقبلش مني اجيب لها بطريقة غير مباشرة اشوف الشيخ بيتكلم عن كيفية معاملة الناس والاخلاق الكريمة وعدم الظلم وكذا يعني احاول بقدر الامكان واستمري في انك انت تنزلي على قدم الام فالنمي صلى الله عليه وسلم قال فالزم رجلها فثم الجنة حاول ان النصيحة تكون بطريقة جميلة وبحكمة قبل الموعزة في نهاية هذه الحلقة لا يسعني الا ان اشكر كل القائمين على هذا البرنامج واسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيهم جميعا واسأل الله ان ينفعنا جميعا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزدنا علما والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة